السلام عليكم ورحمة الله ده المش البلدي بطريقتنا الصحية الجميلة اللي بيختلف عن الطرق الغريبة اللي بتقعد سنة وبتقعد في الشمس والحاجات الغريبة اللي بنسمعها اللي أصحابها اللي بيعملوها ما يعرفوش معنى الـ Expire المهم قطعت جبنة فرمتها رفيع بالسكينة وضفت عليها حليب دافي وأضفت شوية ملح وخضتهم كويس وبعدين ضفت عليهم لبن رايب وعلب زبادي وفلفل أخضر ما قطع صغير وفلفل البلدي بتاعنا ده ما فيهوش هرمونات وصغير وحرق جدا وحاجة اسمها عجر العجر ده عبارة عن بطيخ الصغير اللي بيجي لنا في شهر خمسة بيطرح في شهر خمسة ما بيبقاش فيه لبزر ولا أخد لون البطيخ بنقطعه صغير وبنضيف عليه شوية ملح بنخليه ساعتين وبنصفيه من الملح وبنخسله وبنضيفه للمش وأدي الطريقة قدامكم وبعدين بعد كده بعد مرور خمسة أيام وهو مقفول بيفصل المش عن المية بنضطر نقلبه على ناحية الغطا ونخليه مثلا يوم ولا يومين والمية لما تفصل تاني بنفتح الغطا فتحة صغيرة وبنصفي منها المية بتاعتها وبعدين بنغرفه زي ما انتوا شايفين كده وبنحط عليه زيت زتون بتاع المعصرة الجبل الأصلي ودي الطريقة لما أنا قلبته لمدة يوم كامل عشان صفيه من المية ويبقى جبنة جميلة جبنة متمسكة يعني وطبعا ما بيعدش لسنة ولا حاجة مجرد ما يخلص بنعمل غيره على طول وإن شاء الله الطريقة الجميلة دي تكون عجبتكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله طريقة جميلة ومشاهية وأحسن أنواع المقبلات